على الرغم من توصل الكتل السياسية إلى اتفاق لتسمية مصطفى الكاظم لرئاسة الحكومة إلا أن صراع ما زال على أشده بين تلك الكتل بهدف ضمان كل طرف حصته في الحكومة المقبلة وتحدثت مصادر عن مفاوضات حاسمة يخوضها رئيس الوزراء المكلف خلال الأسبوع الحالي للتوصل إلى توافق مع القوى السياسية الكبيرة بشأن أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة فيما تصر القوى السياسية على ترشيعها شخصيات معينة لشغل مناصب وزارية محددة ويواجه الكاظم ثلاثة أنواع من الشروط أو الطالبات يتمثل النوع الأول بإصرار قوى حليفة لإيران على وجوب تضمين برنامجه الوزاري بند ينص على تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق فضلا عن شروط أخرى تتعلق بالحصول على مناصب وزارية وسيادية بالحكومة وتعزيز مكانة ميليشيات الحجد أما ثاني أنواع الطالبات فهو عبارة عن شروط للقوى التي تدعي تمثيل المكون السني من بينها الحصول مرة أخرى على وزارة الدفاع على الرغم من الخلاف والانقسام الحاصل بين تلك القوى بشأن الكتلة الممثلة للمكون يحيين يتمثل ثالث الطالبات بشروط القوى الكردية التي اعتبرتها فيصلا في موقفها من الحكومة وتتضمن التعهد بتطبيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها أربيل مع حكومة عادل عبد المهدي والحصول على حصتها من الموازنة السنوية فضلا عن تمسكها بوزارة المالية ويؤكد النائب باسم خشان أن جميع الكتل السياسية تنظر إلى الوزارات على أنها بقارة حلوب تعمل من خلالها على تمويل أحزابها وتحقيق مصالحها عبر السرقات التي تقوم بها داخل تلك الوزارات بينما يقول النائب عن اتلاف النصر عقل الرديني إن قضية تشكيل حكومة مستقلة أمر مستبعد وأن حكومة مصطفى الكاظمي ستكون حكومة كتل وأحزاب